في ظل أزمة هجرة غير مسبوقة تعرفها تونس دخلت منظمة هيومن رايتس ووتش على خط الأزمة المتصاعدة في البلاد ودعت المنظمة الحقوقية الدولية السلطة التونسية إلى ضرورة الوقف العاجل لعمليات الطرد الجماعي للمهاجرين نحو البلدان المجاورة وأبرزت المنظمة في هذا السياق إقدام الأمن التونسي على طرد عشرات المهاجرين إلى منطقة حدودية خطرة على الحدود التونسية الليبية وفق معطيات المنظمة فإن السلطة التونسية أقدمت على ترحيل عشرات المهاجرين من بينهم نساء وأطفال إلى هذه المنطقة إثرى صدامات عنيفة بين المهاجرين وسكان مدينة السفقس وسط غرب البلاد شهادات عديدة للمهاجرين أكدت تعرضهم للعنف وإطلاق النار من طرف الجيش التونسي والحرس الوطني سلوك عنيف آثار انتقادات واسعة إذ أكدت المنظمة على أهمية التحقيق مع قوات الأمن المتورطة في الانتهاكات وإحالتهم للعدالة وبعد وصول المهاجرين المنحدرين من دول إفريقية مختلفة إلى منطقة حدودية بين تونس وليبيا بات هؤلاء المهاجرون يواجهون ظروفا إنسانية في غاية الصعوبة نقص في المواد الغذائية الأساسية والأدوية تلك أبرز ملامح المعاناة الإنسانية التي بات يرزح تحت وطأتها عشرات المهاجرين غير شرعيين الوضع الإنساني المتضاور للمهاجرين بتونس يتمثل وفق تقارير منظمات دولية في تصاعد خطاب الكراهية والعنصرية ضد المهاجرين وسجلت البلاد في الأشهر المنصرمة زيادة ملفتة في أعداد المهاجرين الوافدين إلى البلاد كما شهدت مياه البحر الأبيض المتوسط تناميا في محاولات لهجرة غير الشرعية النحو القارة الأوروبية وبسبب هذه الأوضاع تتعرض تونس لضغوط كبيرة لمنع تدفق المزيد من المهاجرين إلى دول الالتحاد الأوروبي ترجمة نانسي قنقر